المكتبة المسؤولة عن التصحيح اللغوي هي مكتبة Language Tool هذه هي موقع الشركة اللي كاتب المكتبة طبعا هم يقدمون خدمات التصحيح لغوي طبعا عندهم اشتراكات مجانية وعندهم بفلوس حسب الخدمات اللي تريدها لكن هم نفسهم مقدميننا library جدا رائع مسؤول عن يسوي grammar check للنص المكتوب اللغة الإنجليزية فهنادي هاي الصفحة الخاصة بالPYPI الخاصة بالتول أو بالليبراري اللي هما موفرها فشرحهم للليبراري يقول Language Tool is Open Source Grammar Tool Spell Checker to Detect Grammar Errors and Spelling Mistakes through a Python Script or through command line interface فهما بهذه اللايبراري ممكن تساعدنا انه احنا نسوي check للgrammar والSpelling Mistakes اللي عدنا بالنص طبعا هما من خلال اللايبراري هذي ممكن انت يا اما تشغل الخدمة هذي locally يعني بدون تستخدم انترنت او ممكن تستخدم الانترنت او تتصيب Language Tool Server بس طبعا انت ما عندك يعني ما تقدر تتصل بيهم او تسوي طلبات هواية لانه راح تكون limited بس ما دام انت تستخدم ال local device ما لتك انت تقدر تسوي طلبات checking unlimited تعتمد على جهازك فهنا بهذا الصفحة ده يعلمنا انه شون نسوي import للانجوج فيقول لي import للانجوج تول بايثون هذي اسمها وراها شون نسوي تهيئة للانجوج تول فلانجوج تول بايثون.langوج تول وتحدد له اللغة اللي تريد انت تستخدمها فاحنا عدنا الانجليزي اوكي فالمثال بسيط مثلا هنا دا يجرب انه هنا عده نص اوكي اكيد بيه اخطاء وراها سوى import للانجوج تول وراها سوى تهيئة للغة وراها سوى عملية check عملية check راح تنطيك الاخطاء خطأ الموجود بالنص هذا ومن خلال الاخطاء تقدر تشيك انه شنو الاخطاء اللي انت اوقعت بيها وايضا ممكن نسوي عملية correct عنده مثل اسمها correct تنطي النص ويعدلك على النص بالشكل اللي هو يشوفه مناسب فاحنا راح نحتاج الcorrect وراح نحتاج الcheck وراح نشوف ليش نحتاجها فاس بشكل عام هو هذا اللايبرارين اللي مفردت انه اياها الانجوج تول طبعا حتى تضيفها بجهازك ولي تحتاجها تكتب pip install language tool python اذا ما تعرف شون تنصب المكتبات انصحك تشوف الفيديو الخاص بتحميل المكتبات وتنصيبها فيديو مفصل يشرح كيف ممكن نستخدم المكتبات الخارجية بس هو هذا الكود بكل بساطة تقدر تكتبه بالcommand line وتتنصب عندك هذه اللايبراري هس انا already منصبها عندي بجهازي واردي شوفكم شون ممكن نستفاد منها اوكي راح افتح نوتبوك هذه النوتبوك انا مجهزها سويت import لل language tool وسويت تهيئة للغة الانجليزية فاني مثلا راح اسوي في التكست اسمي مثلا i like i like football مثلا عندي يعني مجموعة اخطاء هنا هنا وراء هذا اجرب هذه التول tool dot مثلا اجرب correct مثل ما شفنا انه هذه مثل تعطي النص اللي بيه خطأ ويرجع لك النص بدون اخطاء فمثلا راح اعطي التكست انفذ فمثل ما تلاحظون i i لازم تكون capital خاصة بداية جملة فصارت i capital like كان بيها e زايدة حذف لي اياها football كان ناقصة l فضاف لي ال l فسوالي تحسين على النص المكتوب هنا فهذه الطريقة يعني كل اللي احتاجها انه يعني اذا تلاحظون مدى السهولة ان واحد يستخدم مكتبات جاهزة هنا الابداع هنا البيثون تخليك انه تستخدم مكتبات جاهزة انه من خلالها تبني برامج متطورة تبني برامج اكثر تعقيدا باستخدام المكتبات هذي فاني سويت import وراها سويت انشاء للتول هذي وهيئتها بحيث تستقبل اللغة الانجليزية انطيها نص اقولها tool.correct المفروض ترجع لي النص بدون اخطاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة